مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيرنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبناي الطلاب طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع الدرس الثالث من دروس مادة التربية الإسلامية في مجال القرآن الكريم وقبل أن نبدأ أبناي الطلاب نذكر بالقيمة التربوية وتعزيز الهوية الوطنية قلنا إن القيمة التي معنا في هذا الأسبوع في هذا المجال هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قول ربنا فقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآفرة وذكر الله كثيرا وامتثالا لقول ربنا ثناءا على رسوله صلى الله عليه وسلم وإن نكل على خلق عظيم وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن عنوان درسنا أبناي الطلاب سورة المدثر حفظ ومعنى الآيات من الآية رقم واحد إلى الآية السابعة عشر أهداف الدرس الهدف الأول أن يقرأ الطالب الآيات الكريمة قراءة صحيحة من أجل الحفظ الهدف الثاني أن يفسر الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات الهدف الثالث أن يطبق الطالب أحكام الميم والنون المشددتين عزيزي يا الطالب يقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر والسؤال أبناي الطلاب من المنادى في الآية الكريمة وبما أمره الله تعالى والجواب المنادى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما الأمر الوارد من الله تعالى أمره الله سبحانه وتعالى بإنذار الناس من عذاب الله تبارك وتعالى والإنذار معناه التحذير عزيزي يا الطالب صورة المدثر صورة المكية وعدد آياتها 56 آية وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم تصرف حال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي أي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة الهدف الأول أن يقرأ الطالب الآيات الكريمة قراءة صحيحة استمعوا جيدا أبناي الطلاب للآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا نأتي إلى الهدف الثاني أن يفسر الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات الكريمة قوله تعالى المدثر أي المتغشى والملتف بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم الرجزة أي الصنم والوثن والرجزة فهجر أي أهجر عبادة الأصنام والأوثان ولا تمن لا تعطي شيئا لتأخذ أكثر منه قوله فإذا نقر في الناقور أي نفغ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير أي صعب شديد قوله ذرني ومن خلقت وحيدة كلمة ذرني معناها دعني والمقصود في هذه الآية الوليد ابن المغيرة قوله تعالى وجعلت له مالا ممدودا أي مالا كثيرا ومهدت له تمهيدا أي بسطت له في العيش كلا كلمة ردع وزجر يقال للردع والزجر قوله إنه كان لآياتنا عنيدا أي جاحدا والعياذ بالله سأرهقه صعودا قوله سأرهقه أي سأكلفه وكلمة صعودا أي عذابا شاقا متزايدا نأتي إلى التقويم البنائي ما معنى المدثر أي المتغشى والملتف بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم الهدف الثالث أن يطبق الطالب أحكام النون والميم المشددتين من خلال ما درسه في الدرسين الماضيين عزيزي الطالب انتبه للآيات وقراءتها مرة ثانية ثم استخرج منها ما اجتملت عليه من النون المشددة أو الميم المشددة إذا تأملنا الآيات نجد في الآية رقم تمانية قول الله عز وجل فإذا نقرأ في الناقور كلمة الناقور نون مشددة في الآية رقم خمستاشر كلمة ثم تنتق هكذا ثم يطمع ثم واتفقنا على أن النون والميم المشددتين حكمهما الغنة ووجوب إظهار الغنة وتمد بمقدار حركتين الآية رقم سبعتاشر فيها كلمة إنه كلا إنه كذلك نون مشددة حكمها وجوب إظهار الغنة وتمد بمقدار حركتين وبهذا أبناء الطلاب يكون قد انتهينا من الدرس الأول من سورة المدثر وكما اتفقنا هي حفظ فيجب علينا أن ننتبه وأن نبادر بقراءتها وحفظها الله أسأل أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية